في بيوت المال ورجال الأعمال لا تخلو حكاية من تبادل أرقام النفط العراقي التي تزين أسواق العالم لكنها حصرة يطلقها العراقي مردداً ونفطاه وعراقاه فكيف يكون التناقض مقبولاً في بلاد الرافدين غير مقبولاً في بيوت العرب والعالم عندما يقال إن نفط العراقي كنز لا يفنى لكنه يفنى من الجيوب يبحث عنه العراقيون في زجاجة الجوع والفقر والمحاصصة في أرقام الفساد المتراكمة في أزقة متهالكة في شوارع تأكلها الظلمة وتعيث فيها الملاحقة تلو الملاحقة تعلن منظمة أوبيك مؤخراً زيادة حصة العراق التصدرية إلى 4 ملايين ونصف المليون برميل يومياً ويلعب العراق دوره الفاعل في خلق التوازن من عدمه في حسابات كبرى دول العالم كونه البلد الثمين بالنفط ومشتقاته كيف لا ينتج هذا الحديث ما يلمسه العراقي من ترف وثراء حين يقارن نفسه بالخليجي الذي يشاركه في إنتاج النفط لكنه يختلف عنه في الظروف الحياتية التي يتربع العراقيون على عرش فقرها وجوعها وفقدها لأبسط الحقوق والخدمات عوامل كثيرة أصعبها الإرهاب والفساد وأكثرها التراهل الإداري وغياب نفوذ الدولة في ملفات عدة كغياب صناعة مستقبل يحيي نبض البنية التحتية ويجذر قاعدة أساس لاستثمار ما يعود به ريع النفط على البلاد وعنوين كثيرة كتلك التي تدعم ضرورة مواكبة الأحداث العالمية للاستفادة من كنز العراق لأهله قبل أن يتلاشى فيكسب العراقيون حاضرا قاسيا ومستقبلا أكثر مأساوية